إذن في قضية هذا المساء نستقبل الآن في الوسوديو الدكتور محمد بن حمو الخبير في شؤون الأمنية والاستراتيجية أهلا وسهلا بك أستاذي أهلا وسهلا أردو إذن تونس تفاكك ست خلايا إرهابية كانت تخطط للدخول إلى ليبيا لتلقي تدريبات والعودة إلى تونس هل ما زال الخطر الإرهابي قائما وبقوة في تونس؟ أكيد أن الخطر الإرهابي قائم بشكل واضح في تونس يمكن إرجاء ذلك إلى العديد من المنضوين تحت الحركات الراديكالية والحركات الجهادية في تونس نحن نعلم أن عدد المقاتلين التونسيين المتواجدين بالأساس بسوريا والعراق تجاوز 5200 ولكن هناك قرابة 12 ألف من التونسيين الذين لم يستطيعوا الانتقال إلى سوريا والعراق وبالتالي العديد منهم انتقل إلى ليبيا وهناك الآن كما للأسف الشديد كان واضحا من خلال العمليات التي عرفها هذا البلد تهديد حقيقي من خلال نشاط هذه الحركات واستمرار العراقة التي تمكنها من الانتقال إلى ليبيا للتدريب ومن العودة كذلك خاصة بتوفر كبير للأسلحة من الواردة من ليبيا بعد الانتشار الكبير للسلاح منذ انهيار نظام العقيد القدافي وزير الدفاع التونسي تحدث مؤخرا وقال بأن 205 من العناصر الارهابية التونسية فرت من إلى ليبيا جراءت ضربات الروسية فوق الأراضي السورية كيف تنظر إلى هذا المشكلة الكبيرة المتعلق بالعدد الكبير نسبيا من التونسيين الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية فعلا كما أشرت هو عدد كبير يتجاوز 5200 مقاتل تونسي بسوريا والعراق والآن مع اشتداد الضربات على تنظيم البغدادي بسوريا بالأساس وكذلك أمام الخناق الذي أصبح يضرب على هذه التنظيمات في سوريا والعراق ينتظر أن يكون هناك انتقال للعديد من المقاتلين الأجانب بشكل عام وبالأساس التونسيين إلى مجالات أخرى للاحتماء بها وتظل ليبيا للأسف شديد كمنطقة رخوة وكمنطقة تعرف انفلاتا أمنيا كبيرا وكذلك كمنطقة خاصة الجنوب الليبي الذي يمكن اعتباره بحق تقبا أسودا في هذه المحطة وتواجد لعديد من التنظيمات بما في ذلك تنظيم له مولاة لتنظيم البغدادي بليبيا كلها نقطة تساعد على عودة هؤلاء إلى ليبيا وبالتالي الإشكال المطروحة الآن سواء على تونس أو على العديد من الدول هي تدبير عودة هؤلاء المقاتلين إلى مجالات أخرى وإلى بلدانهم كذلك هناك فوضى أمنية في ليبيا كما ذكت أيضا الجارة الجزائر تعرف وضعيتها وضعيت الجماعات الإرهابية هناك المتاخمة للحدود كيف تنظرون إلى هذا المعطى الذي كان حذر منه وزير الدفاع التونسي قبل أسبوع من الآن فعلا تصريح وزير الدفاع التونسي كان واضحا حيث أشار إلى تهديد الإرهابي القادم من غرب تونس وبالأساس حدده التهديد القادم من الجزائر كان هناك رد للجزائر غير راض عن هذا التصريح وليست المرة الأولى التي تكون هناك أصوات تونسية تؤكد على هذا التهديد ينبغي الإشارة فقط إلى أن تونس إن كانت في جانبها الشرقي وبالأساس في الحدود مع ليبيا قد استفادت وتستفيد من دعم أوروبي لتسييج هذه الحدود لمنع كل تصربات فإنها في الجانب الغربي لهذه الحدود ونحن نعلم أن الإشكال الكبير الذي تمثله جبال الشعنبي وما تعرفه من نشاط كبير لهذه الحركات الجهادية نحن نعلم أن هناك تواجد كبير لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي في منطقة شمال شرق الجزائر ودركدل وهو زعيم القاعدة بالمغرب الإسلامي لا زال متواجدا هناك وهناك العديد من المقاتلين فبالتالي هذا الفضاء الرخو دفع مؤخرا وهناك العديد من التقارير التي أشرت إلى دخول طائرات بدون طيار أمريكية على الخط في محاولة لمراقبة هذا الجانب خاصة وأن السلطة الجزائرية تعطي الكثير من ملامح الوهن وعدم القدرة للتصدي لهذه الجماعات في هذا الإطار بحسب منفى من كلامك الجوار الجزائرية يطرح تحديات عديدة على مستوى حماية وضبط الحدود أيضا ذكرنا قبل وقت سابق أن عدم وجود دولة في ليبيا يصعب الأزبة لكن في ظل غياب التنسيق الأمن الكامل والعمل المشترك برأي شمولية هل يمكن الحديث عن تشتيت جهود مواجهة الظاهرة الإرهابية؟ أكيد أن هناك صعوبة في مواجهة هذه الظاهرة أولا أمام الإنفلات الأمني في ليبيا وأمام كذلك ما أبدته بعض الأطراف من عدم الدخول في الحل الأممي بإقامة حكومة وطنية كنقطة بداية لإخراج ليبيا من المأزق الأمني الذي توجد به ومن حالة الإنفلات والإنزلاق الذي هي ذاهبة فيه ثم هناك كذلك إشكالية ضبط الحدود ومراقبة الحدود بين مختلف هذه الدول أضف إلى ذلك أن هناك صعوبات كبيرة في إقامة تعاون إقليمي حقيقي جدي بين دول المنطقة نحن نعلم أن الإشكالية المطروحة سواء في المقاربة الجزائرية التي هي مقاربة إقصائية فيها الجانب أو المقاربة المغربية التي هي مقاربة مفتوحة على جميع الأطراف فبالتالي أمام حدود مغلوقة أو مغلقة بين جزائر والمغرب وأمام عدم رغبة في الدخول في تعاون جدي يصعب القضاء على هذه الظاهرة وواصلت الفكرة أشكرك جزيلا شكر دكتور محمد بن حمو الخبير في القضاء الأمنية والاستراتيجية كنت ضيفنا اليوم